موسيقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اجتمع بمحافظ المهرة محافظ حضر موت استر قرارات بتكليف مديرين عامين لعرم مكاتب الوزارات ومدير عام لمدرية رخيا قائد المنطقة العسكرية الثانية يصل الغيظة لتنشين العام التدريبي 2023 للوحدات العسكرية دشرة الرابعة من تلفزيون حضر موت اهلا بكم اجتمع فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العالمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي مع محافظ المهرة محمد علي ياسر للاطلاع على اوضاع المحافظة وهموم المواطنين والمشاريع التنموية المنفذة وتلك المخطط تنفيذها خلال العام الجاري واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من محافظ المهرة الى تقرير بشأن مستوى الانجاز المشاريع المولى من السلطة المحلية والاشقاء بدول تحالف دعم شرعية والشركاء الاقليميين والدوليين وثمنا على وجه الخصوص التدخلات المقدرة عاليا للبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن واشاد فخامة الرئيس بدور السلطة المحلية لمحافظة المهرة والدعم الشعبي المعهود من ابنائها كافة لبرامج التنمية المستدامة والنأي بها عن اي خلافات جانبية كما اشاد بدور الاجهزة الامنية والعسكرية في تعزيز الامن والاستقرار ومكافحة التهريب لما في ذلك الاسلحة الايرانية المهربة للميليشيات الحوثية الارهابية ووجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الحكومة والسلطة المحلية في محافظة المهرة لمضاعفة الجهود لتعزيز حضور الدولة وتقديم التسهيلات كافة لدعم مبادرات القطاع الخاص والصناديق والمبادرات الخلاقة لتحسين الظروف المعيشية واستثمار الطاقات المجتمعية للمجالات كافة ضحث وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري في العاصمة المؤقتة عدن مع بعثة الصليب الأحمر الدولي لدى اليمن الوضع الإنساني وسبل تعزيز أوجه التعاون بين المنظمة والوزارة ورحب وزير الدفاع برئيس المنظمة الجديد ديفني مارد راجيا لها التوفيق في مهامها الإنسانية ومؤكدا حرص الوزارة على تدليل الصعوبات من أجل عمل المنظمة في مختلف المناطق المنطقة مشيرا إلى معانة الأسرة في سيون ميليشيا الحوث الإرهابية وما يتعرضون له من تعذيب ووحشية حتى الموت لانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والمعاهدات والمواثيق ذات الصلة داعيا إلى تفقد أوضاع الأسرة والإفراج عنهم خاصة الأربعة المشهولين بقرار مجلس الأمن الدولي وأشار وزير الدفاع لاستمرار جرائم وعد إداء ميليشيا الحوث الإرهابية والتي تطال المدنيين والعسكريين على حد سوى واستمرار الميليشيات في تجنيد الأطفال والزج بهم في محارق الموت في الوقت ذاته التي تتزم فيه القوات المسلحة بالسن القانونية للتجنيد هذا وثمنت بعتة الصليب الأحمر تعاون وزارة الدفاع مع المنظمة مؤكدة استمرار التعاون الإنساني بين المنظمة ووزارة الدفاع نقش لقاء تشاوري عقد بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد أوضاع الموانئ البحرية في المناطق المحررة وسبل معاجة الصعوبات التي تواجهها والتغلب عليها وأكد وزير النقل خلال اللقاء أهمية نشاط النقل البحري الاستراتيجي خاصة وأن 90% من التجارة الدولية تتحقق عبر النقل البحري شيرا إلى أهمية تفعيل حركة نشاط الموانئ وتطوير منظومة الملاحة البحرية وفقا للقوانين والتشريعات والأنظمة الدولية البحرية شددا على ضروط وضع المعالجات لمجابهة التحديات التي تواجه سير عمل الموانئ كما ناقش اللقاء النشاط الملاحي البحري وسبل إعادة تفعيل المركز الإقليمي لتبادل المعلومات وتنفيذ الالتزامات الدولية وفقا للمعاهدات الدولية أصدر محافظ حضر موت رئيس المجلس المحلي بالمحافظة الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي قرارات بتكليف مديرين عامين لعدم مكاتب الوزارات ومدير عام لمديرية رخية حيث أصدر محافظ حضر موت القرار رقم عشر لسنة عشرين ثلاثة وعشرين قضى بتكليف الأخ أحمد عبد الله عمر بحشوان مديرا عاما لمكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالوادي والصحراء وأصدر محافظ حضر موت القرار رقم أحد عشر لسنة عشرين ثلاثة وعشرين قضى بتكليف الأخ المهندس صالح فائز صالح العمري مديرا عاما لمكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحة لحضر موت كما أصدر المحافظ القرار رقم اثنى عشر لسنة عشرين ثلاثة وعشرين قضى بتكليف الأخ عبد الخالق أحمد بن جمعان بن حيدرة مديرا عاما لمديرية رخية بينما قضى قرار محافظ حضر موت رقم ثلاثة عشر لسنة عشرين ثلاثة وعشرين بتكليف الأخ عمر عبد الباري محضار العيدة روس مديرا عاما للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالوادي والصحراء تفقد محافظ حضر موت الأستاذ بخوت مبارك بن ماضي المراحل الأخيرة لفرش الصبيات بشارع الكتاب بديس المكلة واطلع المحافظ على الجوانب الجاهزة من الشارع الممتد من جولة الكتاب إلى مفرق جول الشفا مشددا على المهندسين بسرعة استكمال المشروع للتخفيف عن المواطنين من حركة الازدحام وضيق الممر الحالي للسيارات ووجه المحافظ برفع المخلفات على جانبي الطريق وعلى طريق الوادي المجاور للطريق الممتد باتجاه منطقة سقم لضمان سيابية مرور السيول وعالم تأثيرها على منازل المواطنين نفذت لجة فتح المضاريف في وزارة الأشغال العامة والطرق برئاسة الوكيل المساعد بالوزارة لقطاع الأشغال المهندس علي محمد في العاصمة المؤقتة عدن عملية فتح مضاريف مشروع على التهيل مبنى برج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في عدن ويتضمن المشروع المول من المؤسسة العامة للتأمينات تطوير البرج الحالي معماري وترميمه ليصبح قادرا على زيارة عدد الاستثمارات التابعة له ليعود بدخل مادي أفضل على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصل قائد منطقة العسكرية الثانية اللواء روكين طيار فائز منصور التميمي إلى مدينة القيضة في مستهل زيارة يدشن خلالها العام التدريبي 2023 للوحدات العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية حيث كان في استقبال هلمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة سالم عبدالله نيمر وقائد محور الغيضة قائد الشرطة العسكرية اللواء محسن علي مرسع وأركان المحور العميد فيصل المطري ومدير الأمن السياسي العقيد سعيد خليفة ومدير الأمن القومي العميد علي بن علي القميري وقائد اللواء 123 مشاء العميد محمد أحمد لقلم وقائد اللواء 137 العميد محمد القاضي وعرض للقيادات العسكرية والأمنية والضباط بالمحافظة وتأتي زيارة قائل المنطقة العسكرية الثانية إلى محافظة المهرة لتنشين العام التدريبي للوحدات العسكرية وللاطلاع على أوضاع الوحدات الأمنية والعسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الثانية أقامت قيارة اللواء 101 شرطة جوية بمحافظة حضر موت حفلة تدشين العام التدريبي 2023 وحفلة تخرج الدفعة السادسة من الدورة الحكمية للضباط وتخرج الدفعة السابع عشر حماية وأمن المطارات وفي الحفل أشهد قائد المنطقة العسكرية الأولى قائد اللواء 37 مدرع العميد الركن صالح محمد طيمس بانضباط منتسبي اللواء والذي يمثل نموذجاً لجميع الألوية والوحدات بالمنطقة موضحاً أن الجهود المبدولة من قبل قيارة اللواء وأفراده في تأمين مطار سيئون الدولي طوال الفترة الماضية وفي ظل هذه الظروف الصعبة كانت محملة تقدير وإشارة من قيارة العليا ووزارة الدفاع حاثاً منتسبي اللواء على الاستمار بجاهزية مواتيرة عالية مع مزيد من التلاحم والتكاتف لتأدية المهام الوطنية كما استعظ أركان اللواء العميد الركن صادق سعيد بالخم مهام اللواء ودوره التكاملي مع بقية الوحدات العسكرية والأمنية ومنها تأمين مطار سيئون الدولي مشيراً إلى اهتمام قيارة اللواء ممثلة بقائد اللواء العميد الركن سعيد عبيدة الأحمر بالجانب التعليمي والتدريبي للواء والذي تترجم بافتتاح مدرسة الشرطة الجوية وأشهد الحفل كذلك عرضاً عسكرياً مهيباً لكتائب من اللواء أظهر مداء تدريب العسكري المحترف الذي تلقاه أفراد اللواء إضافة إلى عدد من الفقرات الشعرية والفنية كما تم تكريم خريجي الدورتين ومدربي الدورات يسعى منفذ الوديعة منذ تأسيسه في العام 2003 وحتى اليوم إلى رفض خازينة الدولة بالإيرادات الجمركية والضريبية عن طريق جمرك منفذ الوديعة حيث حقق خلال العام الماضي 2023 إيرادات جمركية تفوق السبعين مليار ريال ولمعرفة المزيد نتابع هذا التصريح الذي أدل به المدير العام لجمرك منفذ الوديعة الأستاذ صالح بنصر في تلفزيون حضر موت منفذ الوديعة يقدم خدمات كثيرة للوافدين من وصول ومغادرة وقد بلغت عدد السيارات التي دخلت وغادرت المنفذ من 2003 إلى 2022 حوالي ثلاثة مليون واثنين وخمسين ألف سيارة دخلت إلى السعودية وخرجت وأجراءات المسافرين بالنسبة لمنفذ الوديعة يعمل ليل نهار على مدى 24 ساعة ويقدم خدمات كثيرة جدا للزوار وكذلك المعتمرين وكذلك الحجاج وهذه السنة بإذن الله عز وجل منفذ الوديعة قد هيأ نفسه للمعتمرين وقد بدوا المعتمرون يدخلون إلى السعودية من فترة طويلة والآن الحمد لله الأمور طيبة في المنفذ لا توجد أي زحمات وإنما الموسم الزحمة غالبا ما يكون في رمضان وقد دخلوا في السنة الماضية في رمضان أكثر من مئة وخمسين ألف معتمر المنفذ هذه السنة عشرين واثنين وعشرين بلغت إيرادات المنفذ الجمركي منفذ الوديعة سبعين مليار وثمانمائة وثمانين مليون مقارنة بالسنوات الماضية عشرين عام عشرين وعشرين بلغت حوالي ثمانية وثلاثين مليار وأربعمائة مليون أما في واحد وعشرين عشرين وواحد وعشرين فبلغت الإيرادات والضرائب واحد وخمسين مليار وسبعمائة مليون فالسنة هذه حققنا إيرادات طيبة وهي ترفض خزينة الدولة بهذه إيرادات لهذا نشكر في الأخير الأستاذ محافظ محافظة حضرموت الأستاذ مبخوط مبارك بالماضي الذي يعلى جل اهتمامه بالمنفذ وكذلك متابعة أحواله والأستاذ عامر العامري وكيل الوادي والصحراء مشاهدين بهذا نكون وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء رئيس مجلس القيادة الرئاسي اجتمع بمحافظ المهرة محافظ حضرموتس القرارات بتكليف مديرين عامين لعدد من مكاتب الوزرات ومدير عام لمديرية رخيا قائل المنطقة العسكرية الثانية يصل الغيظة لتنشين العامة تدريبي 2023 للوحدات العسكرية ولمتابعة المزيد من نشرتنا الإخبارية يرجى زيارة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي أتحضرموتسي فيوان لكم زيارة شكر حتى الملتقى كنتم في أمان الله وحفظك اشتركوا في القناة